وقد توالت ردود الفعل البنددة بالهجوم التخريبي فيما قالت دولة الإمارات إنها تحقق في ملابساته بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية لم يلبث التعبير الأمريكي عن المخاوف من عمل تخريبي تنفذه إيران أو وكلاؤها يطال مصالح واشنطن وحلفائها أن يترجم إلى تعبئة وحشد عسكري في المنطقة حتى تحولت تلك المخاوف إلى أمر واقع وانتفض العالم ضد أي تهديد لحركة الملاحة البحرية لا سيما في الخليج العربي حتى الآن لا اتهامات واضحة ولا جان محدد لكن التوتر القائم بشأن سلوك إيران وتهديدها المتكرر للملاحة وغلق مضيق هرمز وتاريخها الأسود في مثل هذه الجرائم أخذ نصيبه من الظن الموجه وليس كل الظن إث ردود الأفعال المنددة بالعمل التخريبي توالت جامعة الدول العربية دانت بأشد العبارات هذا العمل التخريبي واشدد الأمين العام أحمد أبو الغيط على أن هذه الأعمال الإجرامية من شأنها أن ترفع مستوى التصعيد في المنطقة كما استنكر مجلس التعاون الخليجية العملية ووصفها الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني بأنها تطور وتصعيد خطير يعبر عن النوايا الشريرة لمرتكبيها داعيا المجتمع الدولي دولا ومنظمات للحفاظ على حركة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم بدورها دانت المملكة العربية السعودية هذا العمل ووصفته بالإجرامي وقالت إنه يشكل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة حركة الملاحة ويؤثر سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعبرت عن مقوفها إلى جانب دولة الإمارات في جميع ما تتخذه من إجراءات دولة الكويت كذلك استنكرت هذا الحادث من جانبه أكد الأردن وقوفه إلى جانب الإمارات في التصدي لأي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها مجددا رفضه لأي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي كما دانت مصر بشدة العملية وقالت وزارة الخارجية في بيان إن القاهرة تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي وسلامة كافة حدوده البحرية والبرية وأي أن تكون الجهة التي أغرت فدبرت وخططت فنفذت فإنها خصم للمجتمع الدولي وللعالم الذي يدعو للأمن والاستقرار فتيل هذه الأزمة اشتعل وقد يبقى كامدا حتى يولد انفجارا لا يمكن التنبؤ بعواقبه وامتداداته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر